معي من بغداد دكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتز على أبواب المدينة باتت القوات العراقية كيف تقيم بداية هذه التطورات هذا التقدم الملحوظ للقوات العراقية ونتحدث عن وقت قصير نتحدث عن تقدم بالشرق نتحدث أيضا عن الشمال عن تلكيف قراءتك وتقييمك بداية لكل هذه التطورات طبعا مفاجئة للعالم وكافة القوى المعادية للعراقيين بهذا النجاح الباهر التي أبهر العدوى الصديق بتمكن قوات العراقية بسهولة أن تصل إلى الساحة الليسر من مدينة وهذا خطوات تعتبر خطوات متقدمة بالعرف العسكري والأمني بدلالة كبيرة جدا على استعداد القوات وكذلك تمكنها من صد كافة الهجمات والدخول إلى هذه الأحياء في بدايات الموصل وكذلك معالجة كافة المعوقات من سيارات مفخخة وكذلك ألغام متروكة في الشارع وأيضا في الدور وغيرها دلالة أن الهندسة العسكرية تعمل بسهولة وكهيئة الأرض أمام دخول القوات العراقية وتمكنت بسهولة أن تصل إلى هذا المربع المهم وإن شاء الله يوم غدا تصل إلى مناطق حاسمة باتجاه الساحة الليمن الذي يعتبر هو أمقل امتداد داعش في هذه المدينة فيما يتعلق بردود فعل داعش اليوم شاهدنا فيما يتعلق باحتجاز مئات العائلات بالمدارس وغيرها والمراكز الحكومية بمدينة الموصل القوات العراقية تطمئن قليلا كما أكد مرسلنا بأن الموضوع ليس بالخطورة التي يحكى عنها والقوات العراقية وعدت بأن تحاول معالجة الموضوع بالخروج بأقل خسائر ماذا يمكن أن تفعل القوات العراقية اليوم لإنقاذ هؤلاء نتحدث عن مئات ولا إذا رجع وصلنا فعلا إلى ما يقال اليوم بات يعرف باليومين الأخيرين بأنه انتقال داعش اليوم ينتقل من استهداف المقدسات التي لم يتوانى يوما عن استخدافها إلى الحشود السلوب داعش موجود بهذا الطريق البشعة سداف المواطن الأبرياء وضعهم في سجون وكذلك اختصاب النساء وعمليات تعذيب مستمرة وقتل اليوم التحول في داعش هو جعل هذه العوائل تشعر بالفزع وتشعر بحالة من الشعور لا إنساني تجاه هذه الأفعال التي يستعملها داعش خوفا من لجوه القوات العراقية وخوفا كذلك من هروبها من أرض الساحل الأيمن وهذا دلالة كبيرة جدا عن ضعفه وارتباكه وكذلك دلالة كبيرة جدا عن هناك عوائل كثيرة جدا رفعت الريات البيضاء فوق الصفوح وبشرت القوات العراقية بدخول هذه الأحياء وهذه الدور كما نشرت القوات سابقا منشورات أرسلات عن طريق الطائرات حذرت المواطنين الموجودين في هذه المناطق السيكين عدم الخروج إلى الشارع عند دخول قوات العراقية حتى لا تكون دروع بشرية تستعمل من قبل الدواعش هذا السؤال عن دروع بشرية دكتور معتز كيف يتعامل داعش عادة عندما يتم استخدام الناس كدروع بشرية طبعا هذه ليست مرة جديدة نسمع في هذا الموضوع كيف يتعامل مع هؤلاء طبعا يتعامل دائما بالقتل أمام أنظار القوات العراقية واستعمل ساليب تفنن بالقتل البشع يعني قتل رب العائلة أمام الأطفال وأمام النساء قتل أولاد أمام النساء وغيرها الفتك بالنساء وغيرها من أساليب البشعة وكذلك يضعهم أمام السواتر الدفاعية حلولة دون وصول القذائف إلى هذه السواتر أو النيران لهذه الأماكن الموجودة وخصوصا عندما يفخخ الدور ويضع العوائل داخل الدور مما يعيق تقدم القوات العراقية ولكن القوات العراقية تأخذ الفرصة المناسبة للدخول إلى هذه البيوت عندما يهرب تهرب قيادة داعش إلى مناطق أخرى القوات العراقية يعني بمقابل تعامل داعش صحيح مقابل تعامل داعش القوات العراقية كيف تتعامل مع هذا الموضوع يعني بالنهاية نتحدث عن مدنيين قوات العراقية وقوات تحالف كلها تحاول قدر المستطاع عدم استهداف هؤلاء طبعا كيف تتعامل مع هذا الموضوع نعم طبعا قوات العراقية استعدت في السابق في معارك سابقة في الأنبار في بلوجة استخدمت داعش العوائل هناك كدروع بشرية ولكن هزمت هذه الطريقة وانتصرت عليها بجعل العوائل تتفهم الحالة العسكرية للجيش العراقي الجيش العراقي تتعامل بظروف إنسانية والستثنائية في حرب الشوارع وحرب المدن دائما بالتفكير بأهمية بقاء هؤلاء العوائل وخروجهم سالمين وخصوصا بعد فتح معابر إلهم وإرشادهم إلى هذه المعابر يعني دائما القوات العراقية في منشوراتها وكذلك استعمال المذياع واستعمال الأصوات العالية تحدثهم عن خطط بديلة نعم خطط بديلة عن خروجهم إلى معابر آمنة وانتظارهم بسيارات وحافلات وواضحة فكرة طبعا مع كل تقدم للقوات العراقية اليوم نتحدث عن اقتحام أول أحياء الملاصقة للموصل داعش وأفراده هناك شدة تشتد شراستهم اليوم في تحذيرات من استخدام كيماوي إلى أي مدى وارد هذا الموضوع نعم وارد عندنا لأن بحثنا عن وجود كميات كبيرة من الكلور قد استولى عليها من محطات تحلة المياه وأماكن تواجدة واستعمالاتها في منظفات المنزلية وغيرها واحتمال يجعلها كحشوة في بداية المدافع وكذلك الراجمات وينشرها في الجولة لإثارة الفزع لأن كلور محدودة استعماله يكون أحيانا ضد الدواعش من خلال رمية إلى مسافات قريبة يحتاج لمسافات بعيدة جدا وكذلك يكون حالة الفزع لدى المواطن والدج العراقي وقتية كل هذه الدلالة كبيرة جدا عن إمكانية استعمال هذه المادة الكيميائية كما استعملها في السابق في فلوجة وقرية التازة ومناطق أخرى من حروب السابقة مع الجيش العراقي الجيش العراقي ينتظر هذه الاستعمالات ولا يتفاجئ بها لأنها قد دربت جيش العراقي صحيح لن تكون مرة الأولى التي يرجع إليها داعش خاصة عندها يأس وفق كل التقارير أنا أشكره بجزيلة أعذرني انتهى وقتنا من بغداد دكتور معتاز عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية عفوا دكتور معتاز